أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبسم الوطن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مواطنين الشرفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم تحية عز وشموخ ومهابة مستوحاء من عزة وشموخ شعب السودان في نصف قرن من الزمان وقف العالم سلاسة مرات ليكتب في تاريخه أن الشعب السوداني رفض أن يحكومه فرد أو فئة لا تؤمن بالحرية والسلام والعدالة لذلك عندما هتف شباب ثورة ديسمبر المجيدة بهذه الشعارات واحتشد الآلاف منهم أمام القيادة العامة للقوات المسلحة استجابت القوات المسلحة وعزمت من وقتها العمل على تحقيق حلمهم في بناء الوطن الذي جوهروا هذه الشعارات الحرية والسلام والعدالة للقناعة التامة بأن شباب وأهل السودان يستحقون أن يكون لهم وطن يحلموا بتحقيق هذه الشعارات فيه نؤكد مضي القوات المسلحة في إكمال التحول الدموقراطي حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة يحقق لهم طموحهم في هذه الشعارات سرعية الفترة الانتقالية الراهنة قامت على أساس مرحلي هو التراضي المتزن بين الشركاء العسكريين والمدنيين للسير في طريقة الانتقال حتى الوصول إلى التفويض الشعبي لموجب انتخابات عامة من خلال الممارسة التي انتدت لأكثر من عامين انقلب الطراضي المتزن إلى صراع بين مكونات الشراكة هذا بلادنا ومكوناتها المختلفة إلى انقسامات تنزل بخطر وشيك يهدد أمن الوطن ووحدته وسلامة أرضه وشعبه وادأكد وشهد بذلك السيد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في مبادراته التي أطلقها في يوليو وأكتوبر من هذا العام مما استوجب على القوات المسلحة نصفتها السلطة المؤسسة لهذه الفترة ومن منطلق مزئولياتها الوطنية في حماية أمن وسلامة البلاد كما ورد في الوسيقى الدستورية للفترة الانتقالية وقانون القوات المسلحة حيث أن ما تمر به بلادنا الآن أصبح مهدد حقيقي وخطر يهدد أحلام الشباب ويبدد أمل الأمة في بناء الوطن الذي بدأت تتشكل معالمه وبدأنا معا نخطو نحو دولة المواطنة والحرية والسلام والعدالة إلا أن نتشاكس بعض القوى السياسية وتكالبها نحو السلطة والاستفافة الجهوي والعنصري والتحريض على الفوضى والعنف دون اهتمام يسكر بالمهددات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي أطبقت على كل مناحي الحياة ومفاصل الدولة كان الإزام العينة في قوات المسلحة والدعم السريع والأجهزة الأمنية الأخرى أن نستشعر الخطر ونتخذ الخطوات التي تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافه النهائية في الوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة عليه ولتصحيح مثار الثورة تقرر الآتي أولاً إعلان حالة الطواري في جميع أنحاء البلاد ثانياً التمسك الكامل والالتزام التام بما ورد في الوسيقى الدستورية الفترة الانتقالية للعام 2019 واتفاق سلام السودان الموقع في جبا في أكتوبر من العام 2020 ثالثاً تعليق العمل بالمواد 11 12 15 16 24 3 71 72 من الوسيقى الدستورية ما الانتزام التام بالاتفاقيات والمواسيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية رابعاً حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضاوه خامساً حل مجلس الوزراء سادساً إنهاء تكليف ولاة الولايات سابعاً إعفاء وكلاء الوزارات سامناً يكلف المدراء العامين في الوزارات والولايات بتسيير دولاب العمل تاسعاً تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة منهج عمله وتشكيله على أن تكون غراراته نافزة وخاضع الإجراءات القانونية يستسنى من هذه الإجراءات الالتزامات واستحقاقات سلام السودان الموقع في جوبا في أكتوبر 2020 إننا إذن نؤكد أن هناك مظالم تاريخية لأهلنا في الشرق الحبيب كما في منظم ولايات السودان الكثير من مطلوبات الحرية والسلام والعدالة التي تتطلب مننا جميعاً العمل سوياً للوصول لحلول دائمة وممكنة تلبي أشواء وطموحات أهلنا وتعالج جزور المشاكل في ربوع بلادنا الحبيبة إننا نؤمن بأن هذه الثورة العظيمة ماضية بعون الله وبإيمان الشباب الذين صنعوها ونؤكد لهم أننا لن نحيد عن الأهداف والمهام المنصوص عليها في المادة 8 للوسيرة الدستورية للفترة الانتقالية فلنعمل جميعاً اعتباراً من اليوم وحتى قيام الانتخابات العامة في يوليو من العام 2023 على تحسين معاش الناس وتوفير الأمن والطمانين لهم وتهيئة المناخ والبيئة المناسبة للأحزاب لتعمل من أجل موصول للموعد المحدد للانتخابات وهي أكثر جاهزية واستعداد لتولي قيادة الدولة ستتولى إدارة شؤون البلاد حتى موعد الانتخابات حكومة من كفاءات وطنية مستغلة يراعى في تشكيل هياكلها التمثيل العادل لكل أهل السودان وأطيافه وفئاته سنحرص على إكمال مطلوبات العدالة والانتقال من فوضية صناعة الدستور من فوضية الانتخابات مجلس الغضاء العالي المحكمة الدستورية مجلس النيابة قبل نهاية شهر نوفمبر من العام الحالي كذلك سنشرك الشباب والشابات الذين صنعوا هذه الثورة في غيام برلمان ثوري يراقب ويقف ويقف على تحقيق أهداف صورة التي ضحى من أجلها رفاقهم وإخوانهم إننا إذن نرجو من الجميع الالتفاف حول بناء الوطن والعمل والإنتاج فأهلنا وبلادنا يستحقون أن نضحي لأجلهم ونسر لحمايتهم ونصول كرامتهم ونرعى حقوقهم نؤكد مرة أخرى على التزامنا التام بما ورد بالوسيقى الدستورية وبما تضمنته اتفاقية السلام مع حكات الكفاح المسلح في جبا وهنا نجدد الدعوة للأخوة الغايد عبدالعزيز الحلو والغايد عبدالواحد محمد نور للانضمام لركب بناء السودان السودان الجديد سودان الحرية والسلام والعدالة سودان لن تفرض عليه مرة أخرى أي حزب أو فئة رؤيتها أو فكرها شكرنا الجزيل لجيران واشقاء السودان وأصدقاه الذين ظلوا على الدوام يقدمون الدعم والمساندة لإنجاح الفترة الانتقالية التحية لكم شعبنا الصابر الصامد وأنتم تبذلون الغالي والنفيس لنأجي رفعة واستغرار هذا الوطن التحية لكم إخوتي منسوبي القوات النظامية وأنتم تحرسون أرض وسماع السودان وتزهرون لحماية شعبه في الحضر والبوادي اللهم أرحم سهداءنا الأبرار وأشفي جرحان الأخيار اللهم أنت القادر لما تريد ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أرحمة الله وبركاته